الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتناول في هذا اللقاء ولا يزال الحديث عن أسباب النزول نتناول تاريخ أسباب النزول أو تاريخ هذا العلم طبعا هذا العلم عرفنا أسباب النزول سابقا بأنه ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال أسباب النزول هو معرفة ما نزل قرآن بشأنه أو معرفة الأسباب التي نزل بشأنها قرآن فهذا العلم علم كما يظهر من عنوانه قديم قدم القرآن الكريم من حيث نزول القرآن الكريم فبداياته مع بدايات نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم دائما أهل العلم يعتنون بنشأة العلوم وتاريخ العلوم لأن هذا من الأهمية بمكان لأنه يعطي الدارس تصورا عن هذا العلم منذ لبناته الأولى ثم مع المراحل التي مر بها إلى أن استقر على الحال الذي هو عليها أو لا يزال في مرحلة من مراحل التطور وهذا له أثر كبير جدا في فهم العلوم وإدراك مسائلها وضبط ضوابطها وقواعدها لابد أن نعرف أن التاريخ دائما مهم يعين كثيرا على معرفة العلوم على وجه العموم وعلى معرفة العلم الخاص الذي يدرسه تاريخه يقول الدكتور خالد المزيني في كتابه المحرر في علوم في أسباب النزول لما تكلم عن نشأة علم أسباب النزول قال نشأة علم ما أمر يحتاج إلى رصد وملاحظة منذ اللبنات الأولى التي قام عليها بناء هذا العلم وهكذا تبدأ العلوم بجزئيات متفرقة لا تحمل اسما يميزها ومع تكاثرها وظهور شيء من ملامحها العامة تنضوي تحت الاسم العام الذي يشملها ويشمل غيرها بجامع من التجانس العلمي ولكن هذا ليس آخر المطاف بالنسبة إلى بعض العلوم حيث يمضي في التشكل والنمو وتتضافر الهمم في دراسته وتطويره حتى يستقل بنفسه ويتميز باسمه الخاص وهكذا علم أسباب النزول بدأ بروايات متفرقة لا يضمها اسم ولا يجمعها كتاب فلم يزل ينمو ويتطور حتى انتهى به المآل إلى الحال التي هو عليها الآن ثم ذكر المراحل التي مر بها هذا العلم فذكر أن المرحلة الأولى وأظننا جميعا نعرف بأن المرحلة الأولى هي مرحلة نزول القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وطبعا كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على نقل كل شيء يتعلق بالقرآن فيذكرون وعلى كل شيء يتعلق بحياة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من أمانتهم رضي الله عنهم وفضلهم حيث لم يتركوا شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بنزول القرآن عليه إلا ونقلوه وكان عند بعضهم من الحرص الشديد على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وملازمته ما يعني يجعله لا تكاد تخفى عليه قضية من قضايا نزول القرآن الكريم مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة بالقرآن وبملابسات نزوله وكان يقول رضي الله عنه أخذته من فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وقال والله ما من سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لركبت إليه وهذا يدل على حرصهم رضي الله عنهم على تلقي هذا العلم ولا شك أن هذا الأمر مهم لأنه يتعلق بالقرآن الكريم وبفهمه فالصحابة رضي الله عنهم منذ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إلينا كل ما يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام ومواقفه وكيف نزلت عليه الآيات لكن هذا في إطار التلقي والمشافهة لأنهم كانوا أميين رضي الله عنهم في الجملة كانوا عربا خلص أميين لا يقرؤون ولا يكتبون فكان اعتمادهم على الحفظ وعلى الرواية فكانوا يتناقلون ما يعرفون عن طريق الرواية والمشافهة ثم بعد ذلك يعني جاء عهد التابعين بعدهم قبل التدوين ولا يزال أيضا الأمر على ما هو عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من نقل الروايات بالرواية والمشافهة وكان عند التابعين أيضا رضي الله عنهم حرص على التلقي عن الصحابة كمجاهد وغيره رضي الله عنهم فكانوا حريصين أشد الحرص على أخذ كل ما عند الصحابة من العلم حتى أن مجاهد بن جبر رحمه الله يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثة مرات ووقفه عند كل آية ثلاثة مرات وهو يعرض القرآن عليه ويوقفه عند كل آية حتى يعرف ما يتعلق بها فكانوا يتلقوا منهم بالسماع ويربون عنهم ما يتعلق بالقرآن والسنة ومن ذلك أسباب النزول والروايات التي كان الصحابة يعرفونها في ذلك طبعا ممن اشتهر في زمان التابعين من الصحابة عبد الله بن مسعود وله تلاميذ وعبد الله بن عباس وله تلاميذ ووبي بن كعب وله تلاميذ وغيرهم وعائشة رضي الله عنها ولها تلاميذ ينقلون العلم عنها ثم جاء عهد تدوين السنة لما دونت السنة دونت الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كثير منها روايات تتعلق بنزول القرآن وأسباب نزول القرآن فيمكن أن يقال بأن أسباب النزول كانت منثورة مبثوثة في كتب السنة التي دونت موطأ الإمام مالك الصحيح البخاري صحيح مسلم مسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب التي ألفت في السنة ثم جاء عهد تصنيف العلوم فصنفت العلوم الحديث والتفسير وأصول الفقه وغيرها من علوم الإسلام العلوم الشرعية فبدأ الاهتمام بتفسير القرآن الكريم ولا شك أن من أهم ركائز التفسير أسباب النزول فبعد أن كانت أسباب النزول في كتب السنة انتقلت إلى كتب تفسير القرآن الكريم هذه المرحلة الثالثة أو الرابعة ثم تأتي المرحلة التي تليها وهي مرحلة إفراد أسباب النزول بالتأليف فألفت كتب كثيرة في أسباب النزول طبعا المؤلف عندكم في مباحث في علوم القرآن أورد هذه القضية في مبحث عناية العلماء بأسباب النزول باختصار شديد فقالوا اعتنى الباحثون في علوم القرآن بمعرفة سبب النزول ولمسوا شدة الحاجة إليه في تفسير القرآن فأفرده جماعة منهم بالتأليف ومن أشهرهم علي بن المديني شيخ البخاري طبعا لم يصل إلي كتابه ثم الواحدي والواحدي طبعا بعد ذلك متوفى سنة 427 هجرية في القرن الخامس وكتابه أسباب النزول وهو من أشهر كتب أسباب النزول وهو موجود ومنتشر ومعروف بين أهل العلم قال ثم الجعبري طبعا متوفى في القرن الثامن يقولون له كتاب اختصر كتاب الواحدي لكننا لم نطلع على كتاب الجعبري الإمام الجعبري طبعا أيضا ابن حجر ألف كتاب في أسباب النزول ولم يكمله لكنه موجود سيأتي ذكر هذا في كتب أسباب النزول والسيوطي فأشار باختصار رحمه الله لهذه القضية لكن العلماء فصلوا فيها وممن فصل فيها دكتور خالد في الكتاب الذي أقرأ لكم منه وغيره ممن كتب في أسباب النزول طبعا أسباب النزول بالمناسبة تنقسم إلى قسمين أسباب الرواية الكتب التي تتعلق بالرواية وتنقل أسباب النزول كروايات وهناك كتب جاءت بعد ذلك تتعلق بالدراية الحديث عن أسباب النزول دراية تعريفها كما نتحدث الآن تعريف أهميتها طرق معرفتها فوائدها القواعد المتعلقة بها فهناك أكثر الكتب طبعا المتقدمة في الرواية عنيت بالرواية وهناك كتب أخرى عنيت بالدراية ولعل هذا ما نريد أن نخصص له حديثا في رقاء آخر يتعلق بالكتب المؤلفة في علوم القرآن أو في أسباب النزول لأن هذا يحتاج إلى وقت وهو من الأهمية بمكان حتى يتعرف طالب العلم على جهود العلماء في التأليف في أسباب النزول هذا ما سنذكره إن شاء الله في اللقاء القادم في أهمية أسباب النزول وعناية العلماء بها ونذكر في أثناء ذلك الكتب التي ألفت فيها أختم هذا الأمر وهو تاريخ أسباب النزول بأن نقول بأن أسباب النزول لها مصادر متعددة فمن مصادرها كتب السنة ومن مصادرها كتب التاريخ والسيرة كتب السيرة والتاريخ لأنها قصص ووقائع ومن مصادرها كتب أسباب النزول المستقلة فيما بعد كتب السنة كتب السيرة والتاريخ كتب التفسير ثم كتب أسباب النزول التي ألفت في هذا العلم على وجه الخصوص فهذه المصادر الأربعة هي أهم المصادر التي تأخذ منها أسباب النزول إذا أردنا أن نرجع نعرف أسباب النزول فنرجع إلى كتب السنة ونرجع إلى كتب السيرة والتاريخ خاصة التاريخ الذي يتعلق بنزول القرآن تاريخ طبعا يسمى التاريخ في عاد النبي عليه الصلاة والسلام تسمية خاصة وهي السيرة سيرة النبوية ثم كتب التفسير خاصة الكتب المتقدمة المسندة كتفسير بن أبي حاتم تفسير بن جرير الطبري وغيرها من التفسير وكذلك كتب أسباب النزول المتقدمة التي ألفت في أسباب النزول هذه المصادر التي يمكن أن تأخذ أسباب النزول منها هذه إلماحة هي سيرة تتعلق بتاريخ أسباب النزول أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين